موسيقى للقرفة قيمة غذائية كبيرة فهي غنية بالميغانيسيوم والفوسفور والكالسيوم والبوتاسيوم كما أن لديها كمية جيدة من السوديوم والحديد والميغانيس بالإضافة إلى كمية صغيرة من الزينك والنحاس والسيلينوم كما تحتوي على العديد من المركبة المفيدة للجسم ومن أهمها السينيمالداد وهو ما يعطيها أغلى فوائدها أما طريقة الاستخدام يوصي القبراء بأن لا تتجاوز الجرع اليوم ينصف ملعقة كحد أقصى لتجنب أضرارها المحتمل على الجسم موسيقى تحتوي القرفة على خصائص مضادة الالتهابات والتشنج والجراتيم والفروسات ومكافحة للطفيليات ومطهرة تقلل من الالتهابات المعوية كما تساعد لمعالجة مشاكل الجهاز الهضم وتهدئ من حرقة المعذة وتقلل من الغتيان بحيث تعد في الواقع علاجا جيدا ضد الاضطرابات الهضمية من خلال تحفيز إفرازات المعذة والغداد اللعابية بما في ذلك عسر الهضم والإسهال والإمساك والغتيان والقيئة كما أنها تحسن الهضم وتطرد الغازات ما يساهم في تخفيف مشاكل الانتفاخ وتهدئة تقلصات الأمعاء والمعذة ويمكن شرب القرفة المدابة في الماء بعد تناول وجبة الطعام لتنشيط الهضم أتبتت القرفة فاعليتها في خفض الوزن والتخصيص لهذا يتم استخدامها خلال فترات الشتاء لزيادة حرارة الجسم ما يساهم في نهاية المطاف في تسريع عمل التمثيل الغذائي خلال هذه العملية يتم حرق السعارة الحرارية الزائدة ما يؤدي إلى خفض الوزن كما خالص الباحثون أن للقرفة تأثير إيجابي في سد الشهية تحديدا عندما تكون هناك رغبة في تناول الطعام الحلو كما تسيطر القرفة وفقا لبعض الدراسات على مستوى السكر في الدم وتعزز عملية حرق ذهون خاصة في منطقة البطن كما يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الجوع من خلال تنظيم نسبة السكر في الدم تحسن القرفة من مستوى السكر في الدم ولها أيضا أثار مفيدة على مرضى السكر من النوع الثاني وذلك عن طريق زيادة إنتاج الأنسلين في الجسم وبالتالي يمكن أن تشكل علاجا فعالا لهذا المرضى وقد أظهرت دراسة أن القرفة تحسن عملية أيضي الكولوكوزا عن طريق خفض مستوى السكر في الدم كما تبطئ عملية السفراغ المعيدة للحد من ارتفاع نسبة السكر في الدم بعد الوجبات أظهرت العديد من الدراسات خلال العقد الماضي أن كمية صغيرة من القرفة يمكن أن تساعد الخفض مستوى الكوليسيرولي الضار في الجسم ووفقا لنتائج فإنه يكفي أن السهلك نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة يوميا للحد من مستوى الكوليسيرولي الضار في الجسم بنسبة ترواح من 10 إلى 24% ووفقا لدراسة حديثة تساعد القرفة أيضا على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من خلال تعزيز الثورة الدموية وخفض من التهابات الأوعية الدموية تحتوي القرفة على أعلى مستوى من مضاطات الأكسذة بين جميع الأعشاب حيث تحت المرتبة الرابعة بين العنص الغنية بمضاطات الأكسذة ويعتبر السينيمالديد الموجود في القرفة عنصرا فعالا ضد الخلايا السرطانية كما يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان بما في ذلك سرطان الرئى وسرطان الكابد والقلون وسرطان المعذة والتدي وغيرها ووفقا لدراسة أجرها بعض الباحثين الأمريكيين في ميرلاندا فإن القرفة قادرة على الحد من انتشار بعض الخلايا السرطانية بما في ذلك سرطان الغضاد اللنفاوية وسرطان الدم تتير القرفة الشاوى الجنسية نظرا لكونها عنصرا غنيا بالكالسيوم والميغانيسيوم كما تمتلك خصائص تدافئ المناطق المتيرة للشهوة الجنسية عن طريق تحفيز إفراز الهرمونات لهذا استخدمت خلال العصور الوسطى في صناعة كابسولات الحب تستخدم القرفة بشكل خاص في فصل الشتاء عن طريق إضافتها للشاية حيث تعتبر مصدرا ممتازا للميغانيس والحديد والكالسيوم كما تعمل تقوية جهاز المنع ما يجعلها الحليف الرئيسي في حالة الأنفوانزا ونزالة البرد والصدع وتحتوي أيضا على خصائص مطاطة الفيروسات والميكروبات ويمكن أن تساعد في التخفيف من التيابة الحلق ومن نزالة البرد وذلك عن طريق غمس عصى القرفة في الماء وشرب الماء المعطر المتحصل عليها ووفقا للطب الصيني التقليدي تعتبر القرفة فعالة أيضا ضد السعالة يساعد العلاج برواح القرفة العطرة في التخلص من أعراض الطيرا بفرط الحركة ونقص الانتباع لدى الأطفال الذين يعانون من هذا المرض حيث يحسن من النشاط ويقلل من مشاعر الإحباط والقلق ما يفسر بعض أطاره المفيدة على أعراض مرض فرط النشاط ونظرا لكون القرفة أحد أهم العناصر المضادة الأكساذة التي يمكن أن تساعد في محاربة الإجهاد العالي الذي يصيب مرضى الطيرا بفرط الحركة ونقص الانتباه تحتوي القرفة أيضا على العديد من المزايا التجميلية حيث تساعد لتحفيز نمو الشعر وعلاج تساقط الشعر عن طريق تطبيق قناع القرفة بحيث تمزج من عقتين كبيرتين من القرفة والعسل في نصف كوب من الزيت الساخن تضاف بيضة لتدخين القناع ومن ثم ينطبق المزيج على الشعر ويترك لمدة 10 إلى 15 دقيقة ويوصل أخيرا بالشامبو وإلى هنا ينتهي مضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء